اشتركوا في القناة ونشوف قد ايه تأثير الحق في حياتنا اللي بيحررنا وبيعتقنا من قيود كتير قوي حوالينا واحدة من الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقة الماضية هي التعامل مع العشور التعامل مع المال كأسرة وتكلمنا عن فكرة العشور والتقدمات لما بجرب اني انا اقبل المبادئ الكتابية في حياتي كمؤمن كابن لله كتلميذ للمسيح واعملها بكتشف الحرية اللي حصلت في حياتي من ناحية الفلوس اني انا مش مستعبد للمال اني انا مش بحب الفلوس انا بستخدم الفلوس انا مش بحب الفلوس اني مبدأ مهم جدا 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 في التعامل مع المال محبة المال اصل لكل الشرور اذا حبيته الشر دخل حياتك لانك حبيت الاشياء لان المحبة الحقيقية ان يحب ربنا ان يحب الناس احب امراتي واولادي وجيراني واعدائي لما حب الناس اصرف الفلوس اصرف على ربنا وخدمته اصرف على مراتي واولادي اصرف على الناس اللي حوالي لكن لو حبيت الفلوس اصرف مراتي واولادي على الفلوس هضيع عيلتي عشان الفلوس هضيع حياتي عشان الفلوس هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة لشكده البركة بتصير لعنة لما بتعلق بالشيء لكن لما بتعلق بربنا بتصير الأمور اللي ربنا بديهاني بركات حقيقية لأني بعرف أوظفها مش أخدمها أوظف الفلوس مخدمش الفلوس مخدمش الفلوس وقت ما خدمت الفلوس تحول الفلوس إلى صنم إلى إله أنا بعبده ودول المبدئين الكبار اللي تكلمنا عنهم الحلقة الحلقتين الماضيتين الله مالك للمال أنا وكيل عليه عايز أكون بسمع كلام المالك كلام المالك بيقول لي في العشور والتقديمات أولا والباقي أنت وكيل عليه هقولك تعمل فيهم إيه مبدأ الثالث في الزواج والمال الإدارة المالية المشتركة الإدارة المالية المشتركة خناءة جديدة أمسال حداشر أربعة عشر بيقول إيه حيث لا تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبكثرة المشيرين يعني أنا محتاج تدبير ومحتاج إيه مشيرين مش إحنا نقاط بالروح لربنا حيقول لنا هنعمل إيه لا ربنا من ضم وصياه لازم تدبر أمورك دبر أمورك وشير كثيرين عشان يبقى قرارك صحيح بالذات في الأمور المادية الأمور المادية عايزة تدبير الأمور المادية عايزة مشيرين عايزة تسأل الناس ذوء الخبرة بكثرة أما الخلاص فبكثرة المشيرين القضية دي مهم قوي اللي بيعملوا مشهورة والعملوا زي إحصائيات بيقولوا إنه الناس اللي خدوا تدريب كأسر على إزاي تصرفوا في فلوسهم وإزاي يعملوا زي ميزانية وإزاي يحطوا الفلوس بأولويات معينة في الصرف جزء كبير جدا من مشاكلهم المادية اختفت حل بسيط جدا التدبير التدبير يخلص المشاكل المادية من حياتنا الزوجية خليني أقول ثلاث مبادئ مهمة تحت هذا العنوان المبدأ الأول اللي هو أمام حضراتكم دوت اعمل ميزانية بلاش ميزانية اعمل تخطيط مالي للمصرفات والواردات ماينفعش إن حياتي الأسرية لأن الأسرة دي عاملة زي شركة مش كده عاملة زي مؤسسة ماليا ليها دخل وليها ايه مصرفات إيجار الشقة والنور والكهرباء والأكل واللبس واللي مش عارف ايه والعلاج مظبوط ومصاريف المدار يعني أنا عندي مصرفات وعندي واردات ناس كتيرة قوي بتاخدوا الواردات تحطها كده في جبها وبعدين تعمل ايه وبعدين تصرف 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 على نص الشهر تلاقي الفلوس ايه خلصت هنكمل ازاي نستلف ونصرف نصرف 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 في اخر الشهر بقى عندي ايه مديونية الشهر اللي بعدين اجي اروح دافع المديونية على ربع الشهر الاقي المهية ايه خلصت استلف بعد ست شهور الاقي المديونية بتاعتي مش مكفية حتى المهية اللي باخدها اعطها اه مديونية فلست الشركة ابسط امور العقل والمنطق اني باجي اقول ادي دخلي ادي احتياجاتي وبناءن عنها اقول ادي البنوت بتاعت الاحتياجات بتاعتي ادي مصرفه ادي دخلي ينفع اعلم ولادي في المدرسة دية اللي شهريا حدفع لها كزا من الدخل ده ماينفعش يبقى ازا ماينفعش او اديهم المدرسة دي ينفع اني اصرف على اللبس السنوية للمبلغ ده وده دخلي الاجمالي يبقى انا صرفت على اللبس تلاتين اربعين في المية من دخلي يبقى لازم اروح اشوف مكان تاني يشتري مني هدوم منه هدومي ينفع واضحة لم قول ايه ده تدبير المال ان ادي دخلي وادي مصرفاتي لو مصرفاتي اكتر من دخلي لازم اجا اول اذا لازم اعيد ترتيب الايه المصروف المصروف على الاكل نسبته قديه من الدخل مصروف على اللبس نسبته قديه من الدخل مصروف على التعليم نسبته قديه من الدخل واعيد توزيع النسب بتاعتي. عشان يبقى دخلي عالاقل قد مصرفاتي. ازا ما كانش يزيد عشان اعمل ايه? مدخرات. واضح? اي شركة بتعمل كده صح? شركة صغيرة جدا او شركة كبيرة جدا بتعمل كده. البيوت اغلبها بتاعتنا بالذات كمصريين بتعملش كده خالص. تحط في الصدور وتصرف منه. وعلى نص الشهر الدرج بياريت النص اول اسبوع. وبنعيش تحت قزمة مالية. تحت ضغط نفسي. تحت مش عارفين نعمل ايه? وتبتدي الزوجة تشتكي. وبتدي الزوج يشتكي. خلص الفلوس. خلص الفلوس. صرفت يوم فين? وقدي يوم فين? عائل فواتير. ونبتدي عندنا مشكلة. لان احنا ما عملناش مزانية وارد ومنصرف. وتأكدنا بعد كام شهر يبقى ايه اللي لازم نقلله في المصرفات? عشان يبقى ده على الاقل قد ده. البند التاني مهم قوي بقى. ان عند التخطيط دوت. لازم نعملهم مع بعطينا. احنا شركاء في هذا البيت. ايه بس انت ما بتجيبش فلوس انا اللي بقى جيبي الفلوس. بس انا اللي بصر من الفلوس. ما ينفعش عشان انت بتجيبي الفلوس. يبقى بتعمل مزانية دي لوحدك. ما ينفعش لو انت اللي بتجيبي الفلوس. يبقى بتعملها لوحدك. ما ينفعش لو انت اللي بتجيبي الفلوس. يبقى فلوس دي برا حسابي للشركة. ها? ويبقى هو اللي بيصرف على البيت وفلوسك دي مدخرات. احنا اتفقنا اننا ايه ملكية وحدة. فلوسنا وحدة. وبالتالي لان فلوسنا وحدة بنعمل الميزانية دي ايه مع بعض. احنا شركاء في الدخل وشركاء في الايه? في المصروفات. جزء كبير من المشاكل الزوجية انه كتير من الرجال بذات الشرقيين بيعتبر ان مش من حق المرأة تعرف دخله كام ولا مدخراته كام ولا الاسدز بتاعته اللي هي الاصول بتاعته كام. يقول انا لما اموت حبقى سايبلك وصية كاتبلك فيها كل حاجة. في الدرج الفلاني لما اموت ابقى فتحيه هتعرفي كل حاجة. ايه? بكسرين وعرف منه كل حاجة. دي شفافية? اللي شفافية التفاقن عليها? دي عنجة هي. تسموها ايه حاجة تانية. انه ليش دعب يشفافية خالص. احنا كائن واحد. واكتر حاجة بيبان فيها اننا كائن واحد. فلوس. لان ده اللي بجده بحقيقة صح? دي الحاجة الملموسة. زي ما قلت دي الحاجة الملموسة اللي بيبان فيها ايماني بربنا وثقة في ربنا. وبشوف ربنا بيتدخل فيها يوميا. في علاقتنا الزوجية نفس الفكرة. احنا عارفين كل ملين بيخش لنا ايه? احنا عارفين كل ملين بنصرفه ايه? اللي ده بيحوش من ورا ده? ولا ده بيحوش ايه? من ورا ده? اللي ده مخبي حاجة كده? ولا ده مخبي حاجة? كده. دي خيانة لمبدأ الشفافية. الوحدة. طبعا بسمع قصص وانا بيجي لي مكتبي قصص بقى واضطريت اخبي من وراي يا اسيس. طب اعمل ايه? قصص الفلوس بتتبدد. قصص مش عارف ايه? قصص ما بيرضاش يشتري لنا ايه? فانا لازم اشتري اللي عائل ايه? قصص مش بحب يقصرف على ايه? كل دي اعذار برا برا الحسابات. برا الاتفاق. ازا احنا مشينا بنشوار مع بعض من الاول لغاية الاخر ووصلنا عند الفلوس ما ينفعش عند الفلوس نقول يفتح الله. ازا قلنا من الاول يفتح الله. ماشي. بس ازا مشينا المشوار دوت. واتفقنا ان دي مبادئ الزواج. واتفقنا ان فيه تفاهم للاخر. واتفقنا ان فيه تواصل. واتفقنا ان من خلال التواصل دوت نتعامل مع جوانب الحياة المختلفة. يبقى بهذا التواصل بنخش للفلوس بنتواصل. بنتواصل. وبنحط مع بعض الميزانية. وبنناقشها مع بعض. واحنا بنتناقش بنسمع بعض زي ما اتفقنا. دور الرجل يقود. ودور المرأة مشير. وناصح. وتقول رأيها. والخضوع ليس هو الخنوع. لكن هو ليس التمرد. ففي الاخر قلنا رأينا. مين هياخد القرار الاخير? الراجل. ويبقى مسؤول عنه امام الله. فاتخاف من ايه? تخاف من ايه? في العشور. خدنا العشور قلنا دي لخدمة بيت الله. نفس الفكرة. هنتكلم فيها مع بعض. انا رأيي انت رأيك. انت بشرف ايه? انا شاف اولوية كزا. انا شاف ندها الكنيس. انا شاف ندها للخدام. انا شاف ندها لبيت السلام. انا شاف ندها لدار الكتاب مؤدس. انا شاف ندها مش عارف ايه. انا شاف ندها. كل دي خدمات في ملكوت الله. هنقول رأينا احنا الاتنين. وفي الاخر هنوصل لقرار مشترك. مقنع او هنخضع لرأي مين الزوج فانت خايف ليه ان كل حاجة تبقى عطرابيزة المبادئ اللي حكيناها في الاول تخلينا نقدر نمارس علاقتنا بوحدة في كل القطاعات من غير خوف ومن غير حساسية وبشفافية كاملة طبعا في ناس بقى بتعمل الميزانية دي بطريقة معقدة جدا 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 يعني انا اعرف حد قريب مني جدا بياخدوا تخلوم اول الشهر وبعن حطين ازرف ده الاكل ده اللبس ده الفسح ده العلاج الطبي ده اللي مش عارف ايه اخر الشهر ما تعالجناش ناخد الظرف ده ونوزعها الازرف التانية ما تفسحنا ناخد الظرف ده ونوزعها الازرف التانية يعني المنظمين نظام رهيب بيعقدني في عشتي انا باخد المرتبة باديه لمراتي يعني عندنا طريقة سهلة جدا ف لكن في الاخر احنا عارفين داخلنا كام وعندنا كام وما عندناش كام ونمتلك ايه وما نمتلكش ايه ومصارفنا قد ايه وإيه اللي المطلوب وإيه اللي مش مطلوب وإيه اللي نوفر فيه عشان لا يكون هناك احتياج لو جانا تحدي اكبر مننا ابني حيتجاوز ابني اتخطب ابني خطب ابني مش عارف ايه جات فجأة عملية اه احتياج معين ما عندناش حساب هنعمل ايه اروح للا خزنة الالهية اسرف في المبدأ الاول والتاني بيخلي المبدأ التالت سهل جدا الوحدة والاتفاق وان كل شيء مشترك بينهم بيخلي المبدأ التالت ده ان نحط ميزانية يا امه معقدة جدا ومش عارف ايه ومش عارف ايه واظرف او بسيطة جدا بس متأكدين في الاخر اني انا التوكيل اللي ربنا ادهلنا على هذا الدخل بيتحط في الحاجات الاساسية اللي تخليه ما عندناش في اخر الشهر عوز واذا جات لنا زرف طارق وما عندناش فلوسه بروح للي عنده دفتر شيكات وقل له عندي زرف طارق عندي زرف طارق بيسدده بيسدده اخد نبدأ تاني وبعدين اسمع اسكلياتكم اولوية الصرف لان دا تبعي الميزانية اولوية الصرف بتاعتي في الاساسيات ولا الرفاهيات في الملابس ولا التعليم مثلا مظهري ولا علمولادي ايه الاهم في الرياضة والهوايات بتاعتنا ولا الفسح والترفيه ايه الاولويات اللي عندنا لو حبنا نقلل مصرفاتنا عشان تبقى على قد دخلنا اقلل ايه على حساب ايه ايه الاوليات للي احنا كزوجين كتبناها عندنا المظهر ولا الجوهر الاستثمار في ولادنا ان يطلعوا افضل ولا راحة العيش ورغدها الكماليات ولا الاساسيات الكماليات عارفين الكماليات صح صح نوع التليفون اللي بستعمله نوع اللابتوب اللي بستعمله نوع اللي مش عارف ايه اللي بستعمله نوع التليفزيون اللي بستعمله فيه كماليات ترفيهية بحط قد ايه وبحط في الاساسيات قد ايه ايه رايح على حساب? ايه? متبصوا البعض يا. واضح المبدأ? كلام يخش العقل صح ولا لا? ما يخشش العقل صح? انت برضو ده عندك. الفصل ده عندك يعني ممكن تفاون. اربعة. مبدأ الرابع. مبدأ الاكتفاء. مبدأ الاكتفاء. ايه مبدأ الاكتفاء دوت? عندنا كذا اية بتقول كده. كونوا مكتفين بما عندكم. ده عكس الطموح. ده عكس الاستثمار. ايه ايه مبدأ الاكتفاء دوت. خلي بالكم ان ده ده روح العهد الجديد. العهد الامين بنا ان رجل الله زي ابراهيم يكون غني. رجل الله زي يكون غني. رجل الله زي داود يكون غني. رجل الله زي شلماني باغني اغني اغنياء الارض. لكن العهد الجديد رجل الله غني في الروح. غني في العطاء. غني في التأثير. غني في النفوس اللي ربحها لربنا. غني في القداسة. غني في معرفة الله. غني الغنى الاعمق. السعادة الاكثر. العالم الروحي والنفسي. السعادة الزوجية. العلاقة مع الاطفال والابناء. ده الغنى الحقيقي الذي يسعد الانسان ويؤثر في المجتمع ويغيره من حوله. في الامور المادية هذا الغنى الروحي بيخليني ما عنديش طموحات مادية كبيرة. مش عايش عشان اغنية. مش عايش عشان امتلك اكتر مما امتلك. مش عايز الشقة تبقى مش عارف ساحيتها كام. مش عايز بدل العربية عشرة. مش عايز مش عارف فين وش هليه فين ومش عارف ايه فين. وبحمل نفسي وبشتغل وبموت روحي. عشان اقتني ما لا اقتنيه. مش دي الروح بتاعة العادة الجديد. مش دي روح تلميذ المسيح يا جدعان. بيقول يكتب. بوليس بيكتب لتلميذ تيموساوس ستة تمانية العشرة. فان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء. فيسقطون في تجربة. وفخ. وشهوات كثيرة غبية. ومضرة. تغرق الانسان الناس في العطب والهلاك. لان محبة المال اصل لكل الشرور. الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان. وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة. في اوضح من كده? ده عكس روح العالم. روح العالم منافسة. والستات بتبص لجارتها. وشترت ايه? وغيرت عفشها. وغيرت عربيتها. واشتروا شلي مش عارف فين. فتضغط على جزهة. مش معنى هما. والرجالة بيتنفسوا بينهم وبين بعض. ابتدين شركتين مع بعض. بص هو بقت كام? وانا شركتي بقت كام? بص عمل ايه? وانا عمل ايه? حموت روحي. عشان الشركة مش عارف تتبقى ايه? معنىش وقت المراتي. معنىش وقت العيالي. معنىش وقت الحاجة خالص. لاني عايز اضعف سرويتي. لان انا في حالة منافسة مع الاخرين في المكسب. في الغنى. في النجاح. في تحقيق الذات. وتحقيق الذات في المجتمع اللي بكسب كام? النوع العربية اللي انا راكبها. الشقة اللي انا ساكن فيها. اللبس انا لبسه. الفسح اللي بتفسحها. السفر بره اللي بسفره. السف ده مش عارف تفسحنا فين? وروحنا فين? والسف ده مش عارف بس تغيرنا. المرة دي كان نيس وكان المرة دي روحنا باغي ومش عارف ايه. يعني طبعا لو في ناس لو سمعتني هترميني بالطوب. لان ما تعرفش اصلا نيس وكان وباغي دول يطلعوا ايه بالزبط. لكن في ناس هو ده بقت الحياة. مش دول تلميذ المسيح. مش ده المسيح نفسه. اذا ربنا اكرمني وداني كده خير وبركة. اذا ما ادنيش كده انا شاكر. انا مسميش شاكر. انا شاكر. انا بشكر ربنا عالقوت والكسوة. ان ربنا ساترها. ان ربنا ساترها. بصوا بولس الرسول رسول الامم. اللي كتب نص العهد الجديد. الانسان اللي غير حياة ملايين البشر. ليس اني اقول من جهة احتياج. فاني تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. درس مش سهل. مش سهل قبل الاكتفاء. بس روح الاكتفاء ديت هي روح العهد الجديد. هي روح تلاميذ المسيح. تعلمت ان اكتوب مكتفين بنا فيه. اعرف انا اتضع. اعرف ايضا انا استفضل. في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت. ان اشبع. وان اجوع. وان استفضل. مرات باشبع. ما يفضلش عني حاجة. ومرات بجوع. ومرات باشبع. وبيبقى عندي ايه? زيادة. استطيع كل شيء في المسيح الذي هو قوي. تدربت ان في كل الاحوال انا ايه? مكتفي. وشاكر فضله. وشاكر ايه? شاكر فضله. شاكر فضله. وعند يقين ان الاجبال احتاجت وجاعة طالب الرب لم يعوزهم شيء من الخير. يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غنيها في المجد. بس في ناس يا رب ما مش بس عندهم احتياجهم عندهم زيادة ما بيقول. احيانا بيبقى عندي ايه? زيادة. بس انا مش بشكر بس في الزيادة. انا بشكر حتى في في العوز. وفي كل حالة تعلمت ان اكون مكتفية لان انا مش عايش عن الفلوس. انا مش عايش انا مش عايش عشان الفلوس. انا مش عايش عن العربية تبقى افضل. لو انا في حياتي مامتلكتش هزا النوع من العربيات ما تفردش خالص. ما تفردش خالص. لو انا عمري كله. شقتي فضلت صغيرة وانتهت حياتنا في شقة صغيرة. لو انا في عمري كله ما بقاش عندي شليه. تخيلوا اتعشت وتولدتوا معنينش شليه. مش عارف يعني 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 بقت حكاية دلوقت حكاية الشليه ديت. انتم معنينكوش شليه? انتم عايشين ازاي من غير شليه? يعني يعني اشكر ربنا معنديش. يعني هوس بقى وتروح وتنظفه وتفتحه وتقفله وتمش عارف ايه? يعني يعني ليه? ليه? الحمد لله بتعيز ان بروح لوقي كده من غير حاجة خالص. بقى تفسح مجانة. يعني مش تي الحياة انا مش عايش عشان كده. انا كتلميز للمسيح انا كأسرة مسيحية عندي اقدف اعظم. انا عايز غير العالم. انا عايز اربح الخطاع. انا سعدت اني اشوف الناس بتنتقل من الظلمة الى النور. انا سعدت اني اشوف الازواج سعداء. انا سعدت اني اشوف بيوت منهدمة بتتبني. انا سعدت اني اشوف الناس احياء. انا سعدت اني ابني ملكوت الله. دي السعادة الحقيقية. ده السبب اللي انا عايشين عشانه. ومن اجل كده ربنا حيديني كل ما احتاج عشان احقق الهدف دوت. في بداية الخدمة قبل ما اتفرغ وكان فيه حركة شباب بادية جوه الكنيسة عندنا تفكر كويس قوي. قلتوا رب فيه احتياجات كتير قوي. نفسينا في جهاز فيديو كان لسه الفيديو طالع وقتها. نفسينا في جهاز فيديو عشان نسجل عليه الخدمات. بعد شوية بنت كان عندنا بتحضر في الكنيسة باباها اشترى جهاز فيديو من برة. كان جهاز الفيديو وقتها دولاب. قد كده وشريط الفيديو بتاعها يعني كده لحلوح قد كده هون. فجابتهلنا الكنيسة. بس طلع ان تي اس سي. ما بيشتغلش عندنا الجهاز دوت. فتفرجنا عليه بس ورجعناه. وبعدين اصلا من غير كاميرا هنعم بايه? هنعط عليه ايه? هنطلت على عش. يعني فيه. وفاكل فيوقع اللاءات حلتري ايه يا سلام يا سلام. لو ميت الف جنيه اكسر فيهم الدنيا في الخدمة. اخبرين شايفين اعمل ايه وانعمل ايه وانعمل ايه وانعمل ايه الان. قد كده يقول ميت الف جنيه. وقتها عمارة ما عربية لم قد Oregon erfahren و ظاهرم فيه عربية وشوره ليه؟ فهيد 1000 جنيه. فكا اگران دي احلام كتير اوي. اعمل لها ربنا وغدني الملكوت. مرت في السنين. ربنا ادني ملايين. ملايين. عشان نبني البيت دوت. وعشان نقيم خدمة. وعشان نوصل لملايين البشر من الناس. ما امتلكش منهم حاجة. بس انا اسعد انسان. بس انا اسعد انسان. لاني شفت ان حياتي مرحيتش هادر. والهدف اللي عايش عشانه بيتحقق. من غير ما يكون عندي شليه. من غير ما يكون غني. من غير ما تنافس مع الناس التانية في بقى امتلك ايه وامتلكش ايه. الاكتفاء. بيريحنا كعائلة. مش بيتنافس مع حد. مناش دعوة ده عنده ايه وبيفسح ايه وبيأكل ايه وبيشرب ايه. مش دي العيشة. مش دي السعادة. اغلب الاغنياء. حياتهم الزوجية. مدمرة. اغلبه. التعريف الصحيح للازدهار والوفرة. هو ان يكون لديك ما يكفي لتتميم ارادة الله في حياتك. بصوا العبارة دي. ايه هو الغنى في العائد الجديد. ايه هو الاكتفاء والوفرة. وده اللي انا كنت بحكيه حالا دلوقتي. التعريف الصحيح للازدهار والوفرة. ان يكون لديك ما يكفي لتتميم ارادة الله في حياتك. اكتب العبارة دي من فضلك. علاقه على مكتبك. حطه على الكمبيوتر بتاعك. التعريف الصحيح للازدهار والوفرة. وان يكون لديك ما تستطيع به ان تتميم ارادة الله في حياتك. ده الغنى. ده الغنى. ده الشبع. اخد مبدأ تاني من فضلكم. وبعدين عندنا خناقات كتيرة بتاد توصلني الاسئلة. ربنا يسطر. فبس عشان نخلص في سناتنا. وعشان. الامانة في العمل. الفلوس مرتبط بالشغل. الفلوس مرتبط بالشغل. لان الشغل هو اللي بيعمل ايه? بيجيب فلوس. اللي لو انت مولود يعني عندك اصلا. اهلك بيصرفوا عليك وما بتشتغلش. اتمنى انك برضو تدور على الشغل عشان تشتغله. لانه الهدف من العمل مش هو لقمة العيش. وحناخد حلقات كاملة عن التلميذ والعمل. تلميذ المسيح والعمل. لان العمل من الاول ربنا اعطى دم ان يعمل الارض ويحفظه. وما كانش فيه مرتب. دي مسئولية الانسان نحو المجتمع ان يعمل لينتج. لتحتفظ دورة الحياة بنفسها. فلازم اشتغل. الرهبان النهاردة المتفرغين للصلاة والخدمة اشتغلوا. فرجوا على دير ابو مقار. فرجوا على القديرة الجديدة النهاردة الفددين والمواشي والاكل والشرب اللي طالع والخير اللي طالع من الصحراء. لان الراهب يعمل. بوليس بيقول من لا يعمل لا يأكل. لان انا دوري في الحياة اني اعمل انتج انتج. فاذا انا مش رايح اشتغل بس عشان المهية. وعلى قد فلوس هم هشتغل. انا بشتغل عشان المجتمع. انا بشتغل عشان ربنا. انا بشتغل عشان الوكالة بتاعة ربنا. مطلوب ايه بقى في الامانة في العمل. ان ده ليه علاقة برضو بالفلوس. ليه علاقة بالمجتمع المادي. هناخد سلسلة كاملة عن العمل. انا بقى هاخد بس خمس دقائق. مطلوب حاجتين. مطلوب اني امنتي في الشغل. بعمل كمل الرب مش لصاحب العمل. بعمل كمل الرب مش لصاحب العمل. بعمل كمل الرب مش لصاحب العمل. مؤمنين كتابة ما بيشتغلوا في اشغال. بيبقى بقى ايه مش فاضين او للشغل. فعايز ياخد اجازات عشان يحضر مؤتمرات. ويطلع قوافل ويعمل مش عارف ايه. لبعض رجال اعمال قالك انا مش عايز اشغل مؤمنين. دول ما بيععفوش يشتغلوا. بيتدلعوا. كارثة. معنى مفروض التلاميذ يبقى اكتر ناس في الشغل. منتجين. وامناء. وبيشتغل كأن دي شركته. لان بيشتغل عند مين. عند ربنا مش بيشتغل عند صاحب العمل. فيحصل ايه لو هم عملوا كده. يترقوا. يترقوا. ويبقوا دانيال. ويبقوا شدرخ ومشخ. وعبناغوا. ويأثروا على المجتمع بقيم الملكوت. ويزرعوا مبادئ الحياة والاستقامة والامانة. داخل المجتمع. انا مش بشتغل عشان فلوس. انا بشتغل عشان اغير العالم. عشان ازرع مبادئ الملكوت في العالم. عشان اكون صورة منظورة ومقرؤة. لملكوت الله بين الناس. مش عشان بقى صورة مشوهة. فالمؤمن يتدلع في شغله. عشان الخدمة. عشان الكنيسة. عشان مش عارف ايه. يتدلع في شغله. ورباني مش بيصرف علي. ما انت بتتدلع حبيبي. انت مش واخدي الشغل جد. انت بتعمله الربنا. انت بتديهم على قد فلوسهم. يا ريت. انت كمان مش عالقات دي فلوسهم. بالذات لو اشتغلت عند واحد بقى مؤمن. فاهم عصدي. ما انت مؤمن بقى وانا مؤمن. وخليك حل وحنطلع قفلة. وحنعمل الملكوت. حنتكلم عندها حلقات كاملة. بس انا. الامانة في العمل. الامانة في العمل. جزء من تعاملنا كتلاميذ مع العالم المادي. مش بس امين على الفلوس اللي في جيبي. امين على الشغل اللي معايا. بعمله احسن واحد. بعمله بكل حب واخلاص. مش بنافس حد. مش بدي كتف الحد عشان اخد الوظيفة بتاعته. مش بغش. انا بغش مبادئ الملكوت في الشغل. فبخدم ربنا في شغلي. فبجسد المسيح في شغلي. فبقدم صورة حية لأولاد الله في الشغل. فبأثر في حياة الناس. فبربح ناس للمسيح في الشغل. النتيجة. اني اتبارك في الشغل. ماديا ومعنويا وروحيا. والنتيجة ان ربنا يقيمني على الايه؟ على الكثير. ويجعل مني شدرخ وميشخ وعبد ناغ ودنيال. واضح اللي انا عايز اقوله. حتى في ارض غربتهم. وحتى في مكان كانوا فيه مبيعين سبايا. واضح اللي انا عايز اقوله. لكن مش بس كده بقى. الامانة في الشغل. اه اقرى الشاهد ده. الرجل الامين كسير البركات. والمستعج الى الغنى لا يبرق. انا مش بشتعل عشان الفلوس. واللي اكسبه لعبه. وبسرعة عايز دورة المال تجري. عشان عايز ابقى غني بسرعة. وعايز خطة واحدة يا ما ناس في خطة واحدة طلعوا. اغلب الخطة واحدة ديت. كانت مخدرات. كان غش. كان حاجة مش مزبوطة. انا مش عايز ابقى غني. انا عايز ابقى ايه؟ امين. انا عايز ابقى امين. ربنا يديني الغنى. لو عايز يدهوني. عشان هستخدمه لمجده بصورة او باخر. المبدأ التاني في الامانة في الشغل. المبدأ التاني في الامانة في الشغل. ان ما يكونش الشغل على حساب البيت. الاولوية المين؟ البيت. قدامي وظيفتين. الوظيفة ديت بعشرة. والوظيفة ديت بستة. ايا كان. ستة الاف ولا ستة ومية ايا كان. دي بعشرة ودي بستة. بس دي من سمعة الصبح. الاثناشر بالليل. الامو عشرة. وامو ستة ديت. التمانية الصبح. الاربعة بعد الظهر. دي من الساعة. مش عارف كام لكام. ستة يام في الأسبوع. دي خمسة يام في الأسبوع. وفي ويك اند. دي مش يشوف مراتي وعيالي. بس هدخل دخل اكتر. دي حشوف مراتي وعيالي. وهعيش عياها زوجية. وحربي ولادي. وحبقى مش ابسنت فاضر. مش اب غائب. عن المشهد. اختار انهي. طبعا فيها فلوس اكتر. بكل اسف. دي اختيارات ناس كتير قوي. دي اختيارات ناس كتير قوي. دي اختيارات ناس كتير قوي. قال لي يا ابني صغير لسه متخارق. أو حيتخرج. وقبل ما تخرج بتجيي للشغلانات. فرع عمل انترفيو هنا وعمل انترفيو هنا. شركة عايزة تعمل حاجة. هو واحد من اكتر ناس في مصر اللي عارف يعملها. لان اتمرنا عليها بسبب الخدمة. فالخدمة اللي عمر ربنا. اديته مهارة. وليلين اللي عندهم هذه المهارة. الشركة دي عايزة تعمل الحاجة دي. فقالوا لهم لو عايزين تعمل الحاجة ديت. هم قليلين اللي عارف يعملوها. منهم فلان الفلاني. دي شركة مش مسيحية خالص. مالاش دعب كنيسة. فجابوه عمل انترفيو. فالراجل قال له انت مفروض تعمل كذا انترفيو. وده المدير. انا حبتدي بيا. وبعد ما قابله قال له انت مش هتعمل باية الانترفيوهات. وتعالى حديك اوفر. والاخ لو نكتشف انه يعرف يعمل الحاجة ديت. وبعين شركة ثانية عمل معي انترفيو. اللي ما هي قال. ما هي قال. المجال دوت. المجال هو بيحبه قوي. لانه اكسبرت فيه. المجال ده هو مش بيحبه قوي. هو مش اكسبرت فيه. بس هنا هيتعلم. وهنا الوقت قليل. وهيقدر يقوم بالخدمة اللي بيحبها. هنا هيعمل حاجة اللي بيحبها. بس هيتحرم من الخدمة اللي ومش هيتعلم. بس هنا الثلوس اكتر. هنا هيتبقى المدير. هنا هيتبقى مش المدير. يختار انهي. اختار انهي. يمكن ده مثلا ملوش لعب الزواج. لكن اللي دعوة مرة تانية. ترتيب الاولويات عندي ايه. الفلوس هي اللي بتحدد الاختيار. ولا الهدف اللي عايش عشاني والاولويات بتاعت حياتي. انا ابوه عارف انا هقول له ايه. بس مش هقول له. يا حبيه انت لازم تختار. انت عايز تعمل ايه. انت اولوياتك ايه. انت اولياتك الفلوس قد ايه. بابا انا خاطب. وعندي احتياجات. ولازم مش عارف اعمل ايه. ومش عارف ايه. وعايز اتجوز. فممكن الفلوس تضغط عليه. انبسطت انه خد القرار مش مبني عن الفلوس. ما انه محتاج فلوس. محتاج فلوس. بس خد القرار اللي مش مبني على الفلوس. مبني على الاولويات اللي اهم من الفلوس. احنا بنخسر علاقتنا الزوجية عشان نشغل. احنا اتفقنا في الزواج. الزواج ايه. اولوي. لو الشغل بقى اولوية. راح البيت. راح البيت. راح البيت. انا انا واضح. احنا خدنا جزء فضل لنا كم مبدأ تاني. عشان نكمل الزواج والمال. العائلة والمال. انا عارف ان مش كلكم مفقين عن اللي انا بقوله ده. انا عارف انه اللي بنقوله ده حاجات بعضها جديد بالنسبة لنا. بس السؤال. ده اللي بيقوله الكتاب ولا لا. ده اللي بيقوله المنطق ولا لا. ده اللي بيقوله الواقع ولا لا. اتفقنا الحق لازم يكون في ايه? تلات عناصر. كتاب بيقول كده. المنطق بيقول كده. الواقع بيقول كده. انه عمر ده ما هيختلف مع المنطق. وعمر ده ما هيختلف مع الايه? مع الواقع. شكرا بفضلك. فكر كويس في انها قلته. وينقشني. الكتاب قال كده ولا لا. العقل بيقول كده ولا لا. عزيزي المشاهد احباي اشكركم عشان متابعاتكم لينا هذه الحلقة. الحق بيتحدانا. ربنا بيتحداك. بيقولك اللي انا بقوله حقيقي. يقدر يقنع عقلك. ويغير واقع حياتك. بص في القصص اللي حواليك. هتكتشف ان دي الحقيقة. ده الكتالوج. دي كلمة ربنا. الى ان نلتقي في حلقة اخرى ربنا يحفظك ويحفظني. ويحفظنا تلاميذ. عند اقدام. السيد والمعلم. امين.